وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت حاجة جميلة جدا إنشياتف جميلة جدا وإن هي هتتكفل وتكلفة سكن وإقامة المواطنين الفلسطينيين العلقين في مدينة العريش وده هيإنكلود أنه يوصل لهم كامل المساعدات والمواد الغذائية والأدوية وأي حاجات مستلزمات طبية يحتاجوها أو أي حاجة للإغاثة لأن الناس دي بقاش عندهم بيت ما بقاش عندهم أي طايف حاجات البيسيك نيد تاعت كل يوم فأعلنت أنه وزارة التضامن أعلنت أن هي هتدعم المواطنين الفلسطينيين في عريش واللي برضو هاجبني قوي أن دلوقتي يبقى كتير قوي الناس على الفيسبوك بينزلوا بوست مثلا يعرفوا مواطنين فلسطينيين في مصر هنا مثلا في الجامعة هل لهم توفوا أو بطلوا يبعطولهم فلوس أو كده فدلوقتي الشعب المصري كله حاسة أنه يعني بيتكتف مع الفلسطينيين اللي عايشين هنا في مصر عشان يلاقلهم شغل ويلاقلهم كافة المساعدات فأنا شايفة برضو يا جماعة لو حد شايف أي حاجة من البوست دي ريت تشاركونا بوست المساعدات دي لأنه إحنا برضو في لوفن كايرو حابين أن إحنا ننشر الموضوع ده ونسبريد البوست دي عشان يوصلوا لهم مساعدة بأكتر نسبة ممكنة أنا بقدر بأيب جدا أنه إحنا كشعب مصري يعني ده فعلا عندنا نوع من أنواع يعني أقول لك إيه احتضان الناس اللي حوالينا يعني بجد بنبقى من قلبنا عايزين نساعد الناس اللي حوالينا وعايزين نحتويهم وعايزين نساعدهم كأنها بلدنا بالزبط يعني بنبقى بجد بجد زعلانين وبنحاول أن إحنا نساعد على قد ونقدر كأن البلد دي بلدنا بالزبط which is amazing يعني أنا موسوطة جدا من المبادرات دي وأي هوب أن أي أن الناس كلها يعني بإذن الله يكون they didn't lose أو أن هما ما فقدوش أي حد قريب منهم يعني يا رب بإذن الله يا رب بإذن الله بإذن الله